جلسة استثنائية عقدها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بمدينة سلا انتهت بالتصويت ضد تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للحزب والذي ينص على رفع ولاية الأمين العام إلى ثلاث ولايات مائة وستة وعشرون عضوا من المجلس الوطني للحزب صوتوا ضد تعديل هذه المادة مقابل موافقة مئة وواحد من أعضاء المجلس في حين ألغيت أربع بطاقات هذا النقاش الديمقراطي كله فريق أدلى بحجته وفي الأخير احتكمنا إلى تصويت وكما تعرفون بأن نتائج تصويت أفضت إلى رفض هذا التعديل وبتالي الإبقاء على حصر الولايات في ولايتين فقط لكن لم يكن هناك فارق كبير في التصويت بين الرأي الأول والرأي الثاني مما يدل على أن هناك حيوية وتوتر على مستوى تقدير طبيعة المرحلة السياسية هذه فرصة للمجلس الوطني الحزب العدالة والتنمية در نقاش سياسي في الأمور التي تهمه وكان هناك نقاش صريح بدون لغة الخجب واتخذت القرارات بشكل ديمقراطي اللي فيها الرأي والرأي الآخر ولكن اتخذت القرارات لصالح الحزب المادة الصرف والمادة 37 اللي عبروا عليها الأعضاء المجلس الوطني بكل أريحية واللي الخبار عند الناس جميع هذه المخرجات كلها الآن هي غدف الصف ديال تقوية الحزب وقرارات شهورية بكل استقلالية وكانت شوفوا تصويت يعني ما كان شي فرق يعني ديل 50% ولا كان واحد الفرق ديل 25% ولا 20% يعني معنى أنه كان نقاش حضاري يعني 126 قالوا لا لتعديل المادة 101 قالوا نعم كل واحد من حقوق يقول وربعة قالوا ادي احنا ما ترجح لنعطي شي حق برفض تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للحزب التي أثارت جدلا واسعا داخل حزب المصباحة خسر الأمين العام عبدالله بن كيران ورقة الترشح لولاية ثالثة لقيادة حزب المصباحة خلال هذه الجلسة الاستثنائية صوت المجلس الوطني للعدالة والتنمية كذلك ضد تعديل المادة السابعة وثلاثين من النظام الأساسي للحزب والذي كان يرمي إلى حرمان وزراء الحزب من عضويتهم في الأمانة العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر